في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب للشروع بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية يتطلع المواطن العراقي إلى ما اجتملت عليه من مشاريع خدمية واستثمارية وغيرها لذا تجدد الحكومة ثقتها بممثل الشعب ورئاسة المجلس لما يمر به البلد من ظروف حرجة وحاجم السائل الإسراع في المصادقة على الموازنة بأسرع وقت ممكن ودعت الحكومة النواب ورئاسة مجلس النواب والقوى السياسية إلى تكثيف جهود بحسمها لما يترتب على ذلك من تفاصيل لها مساس مباشر باحتياجات المواطنين مشددة على أهمية أن تبقى الموازنة بالشكل الذي بنيت عليها أي لثلاث سنوات ولا يمكن للحكومة مواصلة منهاجها إلا بما تمنحه لسنوات الثلاث من مرونة في تغطية المشاريع الاستراتيجية والمتعلقة بالبنى التحتية الخدمية المهمة واستندت الحكومة في مطالباتها على وجود ملفات مهمة وقضايا أساسية ما زالت تتوقف على الموازنة منها استكمال مشاريع الكهرباء ومعالجة شح المياه وإعادة المفسوخة عقودهم فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل من خلال المشاريع التنموية الجديدة وغير ذلك من الخطوات المهمة التي ستحقق نقل اقتصادية نوعية ملموسة وتشير الحكومة إلى أن الموازنة وضعت معالجات لسد العجز وأليات الصرف بشكل رصين ومحكم ترجمة نانسي قنقر